اشتركوا في القناة مدرب يشرف على تدريبات الوداد واصارت المجموعة في بلاغ لها ادعبت هو الطريقة التي يدبر بها الرئيس المرحلة الحالية فلا يعقل اجراء معسكر تدريبي بدون تعيين مدرب رسمي وحتى اتم تعيينه الان فقد تأخر كثيرا واضافت لا يعقل عدم استغلال فترة التوقف بشكل مثالي وتصحيح اختلالات بداية الموسم التي كلفتنا ضياء لقب قاري مهم وهو السوبر وانتداب لاعبين قادرين على منح القوة للفريق خاصة على مستوى الهجوم واتابع البلاغ ذاته ازيد من 25 يوم والفريق يستعد بدون مدرب رسمي يتم تعيينه بوضوح ناهيك عن العشوائية بتواجد اربع مدربين دفع واحدة منهم من يراقب ومنهم من لا يعرف مصيرها ولا مهمته في منتهى التخبط وأسارت ناهيك عن تسيب وعدم انضباط الذي نمسه وهو امر نعتبره عادي في ظل غياب الرئيس اضافة لتحول مركب بنجلون لمحطة يتوافد من خلالها المفوضين القضائيين وهي امور تلطيخ صورة النادي وتتكرر بشكل مهين لنجد في الاخير تراكما للملفات بالفيفا والطاس بسبب اهمال الرئيس الذي يتسبب كل سنة وبنفس الطريقة في تكبيل خزينة النادي خسائر مادية هامة كان بالإمكاني تفاديها وحمل الفصيل المسؤولي المباشر للرئيس سعيد النصري بوصفه بالمسير الذي لا يبالي بقيمة ما هو قادم وختمت المجموعة بلاغها بالقول رسالتنا واضحة وهي الإسراع بتصحيح ما يمكن تصحيحها ولو بشكل متأخر فما سيقع هو مقامرة غير مدروسة وغير محسوبة العواقب من طرف الرئيس مقامرة قد يدفع النادي تمنها غاليا إذ لم يكن بالفعل يؤدي تمنها من الآن موسيقى 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 موسيقى